موسيقى فصائل البدية السورية تشكل لجنة عسكرية مؤقتة لبدء عملية استعادة السيطرة على دير الزور موسيقى بالعراق داعش يعلن حالة الاستنفار مع قرب انطلاق معركة تحرير تلعفر موسيقى موسيقى مجلس الامن يقر بالاجماع عقوبات جديدة مشددة على كوريا الشمالية موسيقى اهلا بكم مشاهدين الى نشرة اخبار اليوم يحاول جيش مغاوير الثورة التابع للجيش السوري الحر تعزيز سيطرته على معبر التنف الحدودي بين سوريا والعراق ويخوض هذا الجيش معارك على عدة جبهات ضد داعش التفاصيل مع الزميل يمان شواف في معبر التنف الحدودي بين سوريا والعراق وليس بعيدا عن الاردن تنتشر فصائل تابعة للجيش السوري الحر ابرزها جيش اسود الشرقية احرار الشرقية جيش الشرقية اضافة لقوات الشهيد احمد العبدو هذه الفصائل على جبهات قتال وتماس ضد قوات النظام وكذلك جبهات قتال ضد داعش مصدر لاخبار الان قال ان الجيش السوري الحر على تماس مع النظام وداعش بمسافة ثمانين كيلو متر باتجاه الشرق طبعا من تنف هذه الشرق من تنف اما من جهة الشمال الغربي فهي على تماس مع النظام عند حاجز ضاضة من جهة طريق ابو الشامات ومن جهة قاعدة الزقف ومن جهة الوعر ايضا هي جبهات قتال ضد النظام والميليشيات الموالية له ومن الجهة الغربية والجنوبية ليس لديهم اي خطوط طبعا هذه الجهة الجنوبية الغربية اي خطوط تماس حتى مخيم الركبان في ريف السويداء وحتى هذه المنطقة كل هذه المنطقة هي تحت سيطرة الجيش السوري الحر طبعا هذه المنطقة هذا معبر التنف الاستراتيجي الذي يفصل سوريا عن العراق هنا الاراضي العراقية قريب كثيرا من الاراضي الاردنية هذا الخط الأحمر هو الخط الذي يشير الى خطوط التماس سواء بين الجيش السوري الحر الذي ينتشر هنا وهذه المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم داعش الخط الأسود هو الخط الاشتباك بين قوات النظام في هذه المنطقة وتنظيم داعش طبعا كما نلاحظ هنا الأسهم الخضراء تشير الى خطوط الاشتباك هي اكثر من خط جبهات الجيش السوري الحر مع داعش في هذه المنطقة وجبهات ايضا ضد ضد قوات النظام في هذه المنطقة طبعا هذه المنطقة الاستراتيجية مصدر كشف لاخبار الان ان خطوط التماس بين داعش والنظام طبعا هذا هو الخط الأسود هي خطوط باردة ولا يوجد فيها اي قتال او اشتباكات طبعا هذه المنطقة التي نتحدث عنها اكد ان فقط الخطوط الاشتباكية خطوط بين الحر وقوات النظام الحر وداعش بينما جبهات القتال بين جبهات هذا التماس بين النظام وداعش لا تشهد اي معارك او اشتباكات بينهما عقد مجلس محافظة درعا امس مؤتمره السنوي لرؤساء المجالس المحلية لمناقشة المستجدات التي طرأت على الثورة السورية وبحث الاشتماع الذي شهد مشاركة مسؤول الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب بحث التطورات الميدانية ووقف اطلاق النار في جنوب البلاد واكد مجلس درعا ان خروقات النظام لاتفاق وقف اطلاق النار في درعا كثيرة مضيفا انه لا ضامن للاتفاق حتى اللحظة اكد المبعوث الرئاسي الامريكي لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بريت مكجورغ ان تنظيم داعش على وشك ان يفقد مدينة الرقة شمال شرق سوريا بحسب الخسائر الكبيرة التي تعرض لها تنظيم على الارض تفاصيل اكثر حول حجم خسارة داعش بالارقام ضمن التقرير التالي بعد ثلاث سنوات احتل فيها تنظيم داعش مناطق واسعة في العراق وسوريا عث فيها في البلاد خرابا وفسادا واجراما ها هو التنظيم الارهابي يعيش خسارة بعد خسارة وها هو ينحسر مقتربا يوما بعد يوم من نهايته وقد حدد المبعوث الامريكي الخاص لدى التحالف الذي يقاتل داعش حجم الاراضي التي فقدها بالعراق وسوريا منذ انطلاق المعارك ضد التنظيم المتطرف وقال ان التنظيم فقد سبعين الف كيلو متر مربع من الاراضي التي كان يحتلها في العراق وسوريا وهو ما يمثل ثمانيا وسبعين في المائة من الاراضي التي كان يحتلها في العراق وثمانيا وخمسين في المائة مما كان يحتلها في سوريا وذكر المبعوث الامريكي انه لا يزال هناك نحو الفين مسلح من التنظيم الارهابي في مدينة الرقة السورية حاليا مشيرا الى انهم يستخدمون المدنيين دروعا بشرية وأضاف أن قوات سوريا الديمقراطية التي تقود معركة تحرير المدينة الواقعة وسط سوريا حررت نحو 45% من المدينة وأشار إلى أن التحالف أعد قاعدة بيانات تضم نحو 19 ألف سمن من أسماء مقاتل التنظيم تم جمعها من الهواتف الخلوية وعناوين ووثائق أخرى عثر عليها في ساحات القتال يتقاسمها التحالف مع وكالة الشرطة الدولية الانتربول أعلن تيار الغد السوري أنه أنجز وساطة من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين المعارضة المسلحة المعتدلة وقوات النظام في ريف حمص الشمالي وذلك برعاية الحكومة المصرية وضمانة وزارة الدفاع الروسية وقد تم التوقيع على الاتفاق في 31 من تموز يوليو الماضي من القاهرة وفي مؤتمر صحفي وضع رئيس طيار الغد السوري أحمد الجربة الرأي السورية والعربية والعالمية أمام الصورة الكاملة لاتفاق الهدنة لوقف إطلاق النار بين المعارضة المسلحة المعتدلة وقوات النظام في ريف حمص الشمالية وذلك برعاية مصرية وضمانة روسية أؤكد أن وقف إطلاق النار في المناطق الساخنة في سوريا ليس من بنات أفكارنا بل هو قرره الضامنون في أستنى وافقت عليه جميع الفصائل المشاركة من الشمال إلى الجنوب ووافق عليه النظام أيضا وكنا نحن في تيار الغد السوري قد شجعنا على المضي قدما في وقف إطلاق النار لأننا نعتبره بداية لأنهاء المقتل السورية ومقدمة حقيقية للوصول إلى إنجاح ما شرعنا به الاتفاق نص على الوقف الفوري للقصف الجوي والبري وكافة العمليات القتالية الأخرى وعدم تقدم قوات أي طرف باتجاه الأراضي التي يسيطر عليها الطرف الآخر لا يفوتنا الإشارة إلى الترحيب الدائم بكل طرف شقيق أو صديق يريد أن يمد يد العون لنا في إنجاز ما نحن فيه ولا أستثني أي طرف خليجي وعربي أو دولي وأكرم إننا لا نستثني أي دولة أو طرف يريد مد يد العون والمساعدة في حل سياسي ينهي الصراع في بلادنا الجربة أكد أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في أي منطقة في سوريا هو عبارة عن خطوة تتبعها خطوات أخرى لإنجاز الحل السياسي الشامل وجدنا أن أقصر الطرق وأكثرها فاعلية التواصل مع الطرف الروسي للوصول إلى نتيجة مرضية وهذا كما يعلم ويخبر الجميع هو السبيل الوحيد المتوفر حاليا أما اختيار مصر دولة راعية فلم يأتي ترضية أو لمصلحة ضيقة بل كان نتيجة طبيعية وضرورية لعدة أسباب الأول عدم وجود صراع بين مصر وأي فصيل سوريا فاعل في مناطق الاتفاقات ركائز استراتيجيا انطلق منها طيار الغد السوري من بينها الحفاظ على مكتسبات الثورة وعدم التضحية بالدماء والجهود التي بذلها ولا زالت تبذل من أبناء الشعب السورية مع حفظ الكرامة عبر اتفاقات واضحة وشفافة تخدم قضية الشعب السوري العادلة تعددت الاتفاقات لوقف إطلاق النار لكن يظل الرهان على مدى صمودها على الأرض وتنفيذ كل طرف من الأطراف بواجباته وإلا أصبحت مثل سابقتها من الاتفاقات حبرا على ورقة لأخبار الآن رمضان المطعني القاهرة تعيش أم محمد مع أطفالها في مخيم لنزحين على حدود بلدة نصيب في ريف درعة بعدما نزحت من ريف دمشق برفقة زوجها الذي قتل في إحدى الغارات الجوية لطائرات نظام جنوب سوريا تعاني أم محمد من صعوبة الحياة في المخيم بضل غياب كثير من المقويمات الأساسية كما تشكو من الوحدة والغربة بافتراقها قبل خمس سنوات عن أهلها المحاصرين في الغوطة الشرقية نتابع قصتها أنا أم محمد من الغوطة طلعت أنا زوجي من الغوطة وولادي تقريبا من خمس سنين وساكنة مخيم حدود نصيب وجوز استشهد ضربته طيارة من تقريبا ثلاث سنين وهسا ساكنة بالبيت هذا لحالي أنا وولادي والمخيم عبارة عن يعني كم بيت هون صغير وما فيش فيه خدمات ولا فيش مراكز صحية ولا مستوصفات لأولاد يعني لما الولد بمرضة ما منعرفش كيف من نروح القرى حتى الروح نحكمه مثلا من أربعة أيام عندي البنت تسممت واضطريت أستأجر سيارة حتى أخذتها وكان السم خارق بجسمها فإحنا يعني بنطالب أنه يكون في مراكز هون أو حتى مدارس ما فيش مدارس بعيدة ونتمنى أنه يكون في مدارس لأنه أولادي هون أنا يعني عندي أربع أولاد لازم يكونوا بالمدرسة وأنا بعلمهم الأحرف كل يوم بس يعني لازم يكونوا في مدارس وناس أتعلمهم ومنتمنى أنه مثلا هالهدن الضل لايمة ونرجع على بلادنا ونشوفها هنا أنا إلي أمي إلي تقريبا خمس سنين ما شفتها وعايشي لوحدي هون أنا حابة أوسل سلامي عبر شاشتك وأخبارك وإني مشتاقة كثير إليك أمي كثير كثير مشتاقة إليك أمي إني أرجع وأشوفك إنتي وأخواتي الصراحة ملئنا وتعبنا كثير بالغرب وضحن والله صعب محاصرين هن من الغوطة وضحن صعب يعني مفيش أكل وفيش يفوت عليهن إشب نوب فقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعض الفاصل أرقام مفسعة لقتل يمنيين منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء أهلا بكم من جديد نفذ تنظيم داعش في العراق عملية تهجير واسعة لأهالي مدينة تل عفر غربي نينوى فقال مصدر في الشرطة العراقية إن داعش بدأ بتهجير السكان في أطراف ناحية العياضية إلى داخل الناحية ليتحصن بهم قبل انطلاق عملية التحرير المنتظرة تستعد القوات الأمنية العراقية لتنفيذ عملية عسكرية كبيرة من أجل تحرير قضاء تل عفر العراقي من يد تنظيم داعش الإرهابي وانطلاق معركة تل عفر بات قريبا جدا مع وصول القوات الحكومية إلى محيط القضاء الأمر الذي دفع داعش لإعلان الاستنفار داخل القضاء تحسبا للمعركة المرتقبة وبدأ أفراده بحفل الخنادق على أطراف القضاء ومحاولة استهداف القوات العراقية بهجمات متفرقة ينفذه أفراده في المناطق القريبة من الشريط الذي يحتله جنوب كاركوك والموصل حيث كان هجوم التنظيم الأول ضد تجمعات القوات الأمنية في جبال حمرين أفشلته طائرات التحالف بدربات مكثفة قتل خلالها مسلحون من ضمنهم قياديون ودمرت عربات كانت تقل مقاتلين وأسلحة فيما كان الهجوم الثاني في محاولة التنظيم احتلال قرية الحود التي تفصل ناحية القيارة جنوب الموصل عن الشرقات لكن قوة من الشرطة تمكنت من صد الهجوم ليعلن التنظيم الإرهابي النفير العام بين أفراده والسكان الذين لا زالوا متواجدين في قضاء تل عفر بعد أن قاموا بتقسيم محاور القضاء بين المسلحين الأجانب بالإضافة لقيام التنظيم بعملية تهجير واسعة لأهالي القرى المجاورة لتل عفر متحسنا بهم قبل انتلاق عملية التحرير المنتظرة كما فعل في المنطقة القديمة بالموصل التخبط داخل صفوف التنظيم الإرهابي جعله يفقد ثقة بين أفراده إذ اعتقل خطيب مسجد داخل قبائل تل عفر قام بتفنيد مقتل زعيم القاعدة أبو بكر البغدادي وإعدام رجلا وثلاثة من أبنائه رميا بالرصاص في أرض زراعية قرب مركز قضاء تل عفر بذريعة قيامهم بقتل اثنين من مسلحي التنظيم أظهرت دراسة للأمم المتحدة أن الشباب الذين سافروا وفروا من منازلهم للسفر إلى سوريا من أجل الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي كانوا بشكل رئيسي محرومين اقتصاديا وتعليميا وذوي مستويات تعليمية متدنية بدون فهم حقيقي لمعنى الدين الإسلامي أغلب مقاتلي داعش ليفقهون التعليم الحقيقي للإسلام ومعرفتهم للدين سطحية هذا ما جاء في خلاصة الدراسة التي أجرها مكتب مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة حيث قالت الدراسة أنه رغم دعاء هؤلاء المقاتلين بأنهم يقاتلون في صفوف التنظيم الإرهابي لحماية المسلمين فإن معظم الذين عادوا منهم لبلادهم ليفقهون شيئا في الإسلام حتى إن بعضهم لم يكن على علم بكيفية الصلاة بصورة صحيحة وقال الباحثون الذين أجروا الدراسة من خلال مقابلات مع 43 شخصا من 12 دولة إن معظم المقاتلين الأجانب رأوا الدين من ناحية العدلة والظلم بدلا من رؤيته من جانب التقوى والروحانية الدراسة وجدت أن أنماط الإرهابيين الذين يسافرون للانضمام إلى داعش غالبا ما يكونون شبابا محرومين اقتصاديا وتعليميا ومن حيث سوق العمل وأن الإيمان بالدين لعب دورا صغيرا في دفع هذه العين إلى الإرهاب مشيرة إلى أن العوامل الاقتصادية أصبحت أهم مع وعود التنظيمات الإرهابية بأجور ومنازل وحتى زوجات وأعرب الباحثون عن أملهم في أن تساعد الدراسة الدول في جميع أنحاء العالم لتحسين برامج مكافحة الإرهاب لمنع الناس من التفكير في الانضمام إلى داعش أو أي تنظيم إرهابي آخر أعلن وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر أن عدد القتل على يد ميليشيا الحوث والصالح منذ بداية الانقلاب على السلطة الشرعية بلغ أكثر من 11 ألف شخص بينهم نحو 1700 من الأطفال والنساء وعن حصيلة الاختطافات والإخفاء القسري أكد الوزير اليمني أنها بلغت أكثر من 18 ألف حالة مشيرا إلى أن حالات الاختطاف والاعتقال التعسفي بلغت العام الحالي أكثر من 1900 منها أكثر من 400 حالة إخفاء قسري رصدت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تحركات لعربات عسكرية تابعة للمتمردين الحوثيين والقوات الموالية لصالح في ضواحي صعدة والحدبة ووفق مصادر في قوات التحالف فقد رصدت التحركات في محط منشأة تابعة لإحدى منظمة الأمم المتحدة وعدت قوات التحالف ذلك انتهاكا للقانون الدولي لسبب استغلال الحوثيين الحماية الخاصة التي تتمتع بها مقار المنظمات الدولية بغرض استخدامها للعمليات القتلية أكد رئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده لم تكون الأولى في عدم الالتزام بالاتفاق النووي الموقع مع قوى الغرب وفي خطابه الأول عقب تنصيبه لولاية رئاسية ثانية بالبرلمان حث روحاني على مزيد من التعاون مع المجتمع الدولي وفق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية فاستهدف صادرات بيونج يانج من الفحم والحديد التي تزيد قيمتها عن مليار دولار سنويا ووضع قرار مجلس الأم تسعة شخصيات مرتبطة بالحكومة وأربع جهات في كوريا الشمالية على القائمة السوداء حيث شكلت التجربة الأخيرة خطرا على المنطقة وعلى الطيران المدني العالمي وقد رحب رئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة بدعم الصين وروسيا هذه الخطوة خطر متنام يهدد السلم والأمن العالمي مع استمرار كوريا الشمالية في تطوير برنامجها الصاروخي لا سيما الباليستي القادر على حمل رؤوس نووية وهذا ما أجمع عليه مزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا المجتمعين في مانيلا الوزراء المجتمعون في مانيلا أبدو قلقهم بمواصلة بيونج يونج تجاربها الصاروخية مطالبين إياها بصفتها مشاركا في منتدى أسيان الإقليمي التي سيعقد في السابع من الشهر الجاري بالإسهام في تحقيق رؤية المنتدى للحفاظ على منطقة آسيا والمحيط الهادي كمنطقة سلام دائم واستقرار وصداقة ورفاهية التجارب الصاروخية التي قالت الولايات المتحدة إنها ربما تكون قادرة على الوصول لمعظم الأراضي الأمريكية لم يعد خطرها فقط على الدول المحيطة بكوريا الشمالية بل أصبحت أيضا تهدد أمن وسلامة الطيران المدني شركة إيرفرانس كاي إل أم الفرنسية الهولندية أعلنت أنها وسعت منطقتها لحضر الطيران فوق كوريا الشمالية بعد مرور إحدى طائراتها عبر الموقع الذي سقط فيه بعد عشر دقائق صاروخ باليستي عابر للقارات مصدره كوريا الشمالية تلك الحادثة التي شهدتها منطقة بين اليابان وكوريا الشمالية دفعت شركة طيران أخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة وهي شركة لوفتانزا الألمانية التي قالت إن هذا الإجراء احترازي محط وإنه نتيجة لتجارب كوريا الشمالية الصاروخية الأخيرة آمال دولية بممارسة الضقوط على بيونج يونج لإثنائها عن الاستمرار في استفزازاتها لجيرانها والحفاظ على الأمن والسلم العالمي وتعليقا على الموضوع قال الدكتور سامي نادر مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية إن الخطر الذي يهدد العالم إثرى تجارب كوريا الشمالية الصاروخية كبير جدا مضيفا في مدخلة مع أخبار الآن أن خطر مواجهة تجارب بيونج يونج أصبح في كيفية مواجهتها الخطر كبير ودقيق جدا لأن اليوم أصبح شبه محسوم أن كوريا الشمالية مستحوزة على سلاح نووي اليوم مجال الصواريخ الباليستية العابرة للقارات تخطأ العشر تلاف كيلومتر مربع وجعل مدن أمريكية أساسية على مرمى من الضربات الكورية ولكن المسألة اليوم ليست فقط في حقيقة هذا الخطر إنما بكيفية مواجهة هذا الخطر وصدع حيث كل الخيارات المتاحة تطرح أكثر من علامة استفهام مثلا حل هذه الأزمة عبر الحوار كما أشير في التقرير هو حل اليوم مستبعد أما حل العقوبات الاقتصادية التي باشرت به الولايات المتحدة وكان آخر قرار للكونغرس منذ أيام غير كاف وما يقال أو يلوح به الرئيس الأمريكي من ضربة استباقية مخاطره عالية جدا ومن هنا دقة هذه المسألة التي تكمن في طريقة وكيفية مواجهة واحتواء الرئيس الكوري كيم يونغون بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بعد مبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة تطورات الوضع السياسي وأكد السراج في مؤتمر صحفي مع المبعوث الدولي ضرورة التوصل إلى حل سياسي في ليبيا من جهته أكد سلامة عزمه العمل مع كل الأطراف الليبية لتوصل إلى تسوية للأزمة فاصل قصير ونوصل نشطنا إبقوا معنا أهلا بكم من جديد والآن إلى جولة الصحافة نبدأ جولتنا من صحيفة القبس الكويتية التي عنونت ولادة توأم باندا في فرنسا ونفوق أحدهما أنجبت باندا عملاقة توأما في حديقة حيوانات بوفال الفرنسية إلى أن أحدهما نفق بعد فترة وجيزة وقالت الحديقة إن مسؤولين من الصين يشرفان حاليا على العناية بمولود الباندا الثاني وكان توأما الباندا قد أبصر النور مساء يوم الجمعة الماضي وإلى صحيفة الغد الأردنية التي عنونت نباتي بريطاني يعيش على 150 موز أسبوعيا كشف طالب بريطاني أنه يتناول ما قدره 150 قطعة موز كل أسبوع ويقول الشاب البريطاني إن ذلك جزء من برنامجه الغدائي الصارم للحمية المكون من الفواكه والخضروات والذي يكلفه شهريا حوالي 160 جنيها سرليميا وعلى الرغم من أن خبراء التغذية يعرضون أسلوبه إلى أنه لا يأخذ بنصيحتهم ويمضي في برنامجه الذي هو مقتنع به ويرفض تغيير أكل الموز وإلى صحيفة الأيام البحرينية التي عنونات دوريات أمنية لمطاردة القرود في إندونيسيا قررت السلطات تشر أفراد مسلحين لمساعدة القرويين في جزيرة جاوة على مقاومة هجمات القرود المتكررة على المسنين والأطفال ستكون مهام هؤلاء الأفراد القيام بدوريات وإطلاق النار على القرود إن اقتضت الحاجة كما أنها ستستخدم أفخاخا لإعادة البعض الآخر إلى الغباء وازدادت في الأوينات الأخيرة حجمات القرود من فصيلة المكاك طويل الذيل على البشر في تلك المقطعة صحيفة البيان الإماراتية عنوانت اليوم بعد ابتلاعها منزلين حفرة فلوريدا تزداد توحشا اتسعت الحفرة الضخمة التي ابتلعت منزلين وجزءا من طريق في ولاية فلوريدا الأمريكية وذلك بعد أن انهارت الحواف المتاخمة للحفرة فجأة وبدأت الحفرة الأرضية في حجم حوض سباحة صغير واتسعت لتبتلع قاربا ودمرت منزلين ودفعت المسؤولين إلى إجلاء السكان من نحو عشرة منازل في الرابع عشر من يوليو الماضي وإلى صحيفة الإمارات اليوم التي عنونت أكبر الماسة ما زالت تنتظر من يقدرها بعد نحو عامين من استخراجها الماسة تنتزن أكثر من الفقيرات تدرس شركة لوكارا دايمند إقامة شراكة مع جهة أخرى لبيع الحجر الكريم إن لم تجد مشتريا خلال ستة إلى ثمانية أسابيع كانت العرض في مزادي لندن توقفت عند 61 مليون دولار دون أقل السعر طلبته الشركة وكان 70 مليون دولار في أخبارنا الصحية نصحت دراسة ألمانية حديثة بضرورة استبدال إسفنجة المطبخ التي تستخدم لتنظيف الأواني بصورة أسبوعية وعدم اللجوء إلى الاحتفاظ بها لاحتوائها مجموعة كبيرة من الجراثيم الضرى المسببة للأمراض وبفحص الإسفنجات المستعملة عثر الفريق البحثي على 362 نوعا مختلفا من الجراثيم المسببة للأمراض ووجد الباحثون أيضا مليارات الجراثيم في مساحة صغيرة لتتعدى بوسطا واحدة فقط كشفت دراسة أمريكية حديثة أن اتباع نظام غذائي غنيا بالدهون المشبعة ارتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة ووجد الباحثون أن احتمال إصابة من يتناولون دهونا مشبعة بأمراض خبيثة في الرئة زاد بنسبة 14% عمن لا يتناولون دهونا كثيرة في طعامهم قبل أن أدعكم إليكم تذكير بأبرز العنوي بصائل البادية السورية تشكل لجنة عسكرية مؤقتة لبدء عملية استعادة السيطرة على دير الزور في العراق داعش يعلن حالة الاستنفار مع قرب انطلاق معركة تحرير تلعفر مجلس الأمن يقر بالإجماع عقوبات جديدة مشددة على كوريا الشمالية وصلنا إلى الختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في موقع عدته شكرا للمتابعة نلتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في مجزن للأخبار إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة